اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول الرئيس مندس الوزراء على همية موصلة تسخير كافة الامكانيات لدعم مسيرة التقدم والنماء التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف القطاعات بروح فريق البحرين الواحد بما يسهم في فتح افاق ارحب للتطوير والابداع على كافة الاصعدة لتحقيق التطلعات المنشودة ويعزز من تحقيق مزيد من المنجزات في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مدس الوزراء ان المواطن سابقى نصب عيننا فهو اساس التنمية ومصلحته اولوية قصوى ومحرك رئيس لجميع المبادرات والخطط والمشاريع وسنعمل معا من اجل تحقيق تطلعاته عبر تطويع كافة التحديات متكاتفين يدا بيد لتحويلها الى فرص نوعية واعدة امامه من اجل تحقيق الخير له ولمملكاتنا الغالية جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله في مجلسه بقصر القضيبية اليوم معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعددا من اصحاب المعالي والسعادة الوزراء وعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب حيث نوه سموه بالتعاون القائم والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهمية تعزيزها بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين موجها سموه إلى همية عادة تفعيل العمل باللجنة المشتركة بين السلطتين وتجديد العزم لمواصلة العمل بناء على ما تحقق من إنجازات للوطن مؤكدا سموه بأن المؤسسات الوطنية الدستورية تبنى بها الأوطان وهي ركن رئيس في عمليات التطوير والتحديث وأشار سموه إلى أن أبناء الوطن المخلصين هم مستقبل البحرين واسهماتهم في كافة القطاعات التنموية والحيوية لها بالق الأثر في استمرار نهضة البحرين وأكد أن همية زيادة وتيرة تحقيق الإنجازات بما يعزز من ثقة المواطن ويرفض العملية التنموية بمختلف مناحيها من جانبه معرب أصحاب المعالي أيساء مجلسي الشورى والنواب وسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب السعادة أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص لتحقيق المنجزات التنموية التي تصب في صالح الوطن والمواطن واهتمامه بتعزيز التعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يعود بالنفع والازدهار على مملكة البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة